تزوجت فتاة صالحة من رجل بدى جيدا ومناسبا لها وكانت الحياة تسير بهما مريحة بفضل هدوء الزوجة وطاعتها لله وصبرها ولكن بعد مرور عام على هذا الزواج بدأ الزوج في الابتعاد عن زوجته إلا أنها حاولت معالجة الأمر بالتقرب من زوجها وعمل ما يرضيه راجية رضا ربها وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي ولكن الزوج أصر على بعده وأظهر ضيقه من محاولات زوجته في التقرب إليه مما دفعها إلى الكف عن محاولة التقرب إليه ومرت الأيام على هذا الحال إلى أن وصل إلى الزوجة رسالة على هاتفها المحمول كان مضمونها أن زوجها يكرهها ويحب امرأة أخرى ومن الأفضل لها لحفظ كرامتها أن تترك هذا المنزل وترحل ورغم حزن الزوجة إلا أنها استقرت على حذف الرسالة وكتم الأمر والوصول إلى الحقيقة إن كان زوجها يخونها حقا أم لا فكرت الزوجة كثيرا إلى أن قامت بالاتصال بزوجة أحد أصدقاء زوجها وقد عرف عن هذا الصديق الخلق الكريم والتمسك بالدين إلى جانب أن هذه الزوجة صديقتها فطلبت منها أن تأتي إليها وبالفعل حضرت الصديقة وقبل أن تفاتحها الزوجة في أمر زوجها استأذانت الصديقة لدخول الحمام ولكن عند دخولها الحمام تركت هاتفها على الطاولة وبعد ثوان رن هاتفها فكان الرقم الظاهر على الشاشة هو رقم زوج الزوجة المخدوعة فقامت دون تردد وردت على الهاتف فسمعت زوجها وهو ينادي تلك الصديقة بحبيبتي ويؤكد معها على موعدهم هذه الليلة وهنا تأكدت الزوجة من خيانة زوجها لها ولصديقه وعرفت أن التي أرسلت لها الرسالة هي صديقتها وبسرعة أغلقت الهاتف وحذفت المكالمة من السجل لم تحدث الزوجة أي بلبلة فقط طلبت الطلاق فلم يتأخر الزوج بل طلقها مباشرة وعادت إلى بيت أهلها وهناك بحثت إلى أن وصلت إلى زوج صديقتها الخائنة وأخبرته عن خيانة زوجته واستحلفته أن لا يسبب أي فضائح ففعل الرجل وطلق زوجته الخائنة في هدوء مرت الأيام بتلك الزوجة إلى أن انتهت عدتها فجاء زوج صديقتها وتقدم إليها وقد كان نعم الزوج ونعم العوض من الله حيث كان رجلا أنعم الله عليه بالخلق والدين وحسن المعاملة فكان مكافأتها من الله على ما مرت به من ألم وانتهى الأمر بالزوج والزوجة الخائنين بعدم الزواج فالخائن لا يأتمن أي أحد حتى ولو كان شريكه ومن ساعده في خيانته وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة مسلمة تسمى تميمة بنت وهب من صحابي جليل اسمه رفاعة وقد أعطاها حديقة مهرا لها وكانت تحيى حياة سعيدة مع زوجها رفاعة وكان هو يعاملها أحسن معاملة كما أمر الإسلام ولكنها ذات يوم رأته مقبلا مع مجموعة من الرجال وإذا هو أقبحهم منظرة فلم تقنع بما قسمه الله لها من زوج حسن الخلق والمعاملة وحدثتها نفسها لماذا أصبر على هذا الزوج القبيح وتضيع حياتي معه فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها وقالت يا رسول الله والله إني لا أعيب على زوجي في خلق ولا دين فهو نعم الناس بأخلاقه ودينه لكني لا أتحمل البقاء معه ولا أريد أن أستمر معه فأنا أكره كما أكره الكفر فقال لها رسول الله أتردين عليه حديقته فقال التميمة أرد عليه حديقته فقال رسول الله لزوجها إن المرأة لا تريدك فخذ الحديقة وطلقها فطلقها رفاع وبعد أن أكملت عدتها تزينت حيث كانت تريد رجلا آخر ليتزوجها وبالفعل تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وكان جميل الوجه ولكنها لم تجد منه ما كانت تجد من زوجها الأول ودارت مقارنة بداخلها بين عبد الرحمن بن الزبير وزوجها الأول رفاع في أشياء كثيرة ومن بينها متعة الفراش فكانت تذمه وتقول له أنت لست رجلا مثل الرجال فكان يضربها لأن الرجل لا يقبل أن تذمه زوجته بمثل تلك الأقوال لذلك ذهب التميمة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها تشتكي من الزوج الجديد وقالت لها إن الزوجي يعاملني معاملة سيئة وقد اغتررت بجمال صورته إلا أنه يضربني وكان التميمة تلبس خمارا أخضر لون وقالت للسيدة عائشة رضي الله عنها انظر إلى يدي فلما نظرت السيدة عائشة إلى يدها إذا بها آثار ضربات لونها أخضر وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت كان التميمة تجلس على جنب فسأل رسول الله السيدة عائشة من هذه يا عائشة فأخبرته السيدة عائشة باسمها وقصتها ثم قالت وقد جاءتني تشتكي أن زوجها يضربها والله يا رسول الله لا أدري أذراعها أشد خضرة أم خمارها من شدة الضرب فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحضار زوجها فحضر الزوج ومعه ولدان من زوجة غيرها فلما أقبل زمت الزوجة رجولته فدافع الرجل عن نفسه وقال كذبت إنها ناشز تريد رفاعة وأنا عندي زوجة قبلها فقال له رسول الله هل هؤلاء أولادك؟ فقال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لديه أولاد وهو قادر ثم قال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ثم أكمل قائلا لا والله أنت اشتقت إلى زوجك الأول فإن كان ذلك لم تحلي له حتى يذوق من عسيلتك أي يجب أن تستمر حياتك مع زوجك الحال فيجب على الزوجة أن ترضى بنصيبها الذي قسمه الله لها ولا تكون ناشزا بسبب وساوس في رأسها بل عليها أن تذكر محاسن زوجها ولا تقارنه بأحد فنتيجة عدم القناعة والرضى تكون خسارة على صاحبها دائما يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم شاب يعمل في وظيفة حكومية يمتاز بطاعة الله والأخلاق الكريمة تزوج من زميلته بالعمل وكانت هي الأخرى ذات خلق ودين وبعد أيام من زواجه بدأت زوجة شقيقه الأكبر منه والذي يسكن في الشقة الأسفل منهم ببيت العائلة تتباهى عليه وعلى زوجته بما تملكه من أثاث فاخر وأدوات منزلية كثيرة وذهب حيث أن شقيقه يعمل حرفيا في مجال الكهرباء وله دخل يعادل ضعف دخل الزوجين معا ظلت زوجة الأخ الأكبر تتباهى وتكايد الزوجين وزاد غضبها عندما وجدت زوجة شقيق زوجها تبتسم ولا تهتم بكلامها وعندما سألتها عن سبب برودها وعدم غيرتها منها قالت لها لأن الرزق بيد الله ولأنني دائما أشعر بالرضا خاصة كلما نظرت إلى من هم أقل منا مالا ورزقا كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم غضبت الزوجة من الرد وفي المساء طلبت من زوجها أن يقاطع شقيقه وزوجته فرفض الزوج طلبها وقال لها هذا أخي الوحيد ولن أكون أبدا قاطع رحم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وبعد عام رزق الأخ الأصغر بطفل ففرح وفرح شقيقه ولكن زوجة الأخ الأكبر حزنت كثيرا لأنها لم تنجب وقد مر أربعة أعوام على زواجها وعلمت من الأطباء عدم وجود موانع للحمل عندها أو عند زوجها غضب الشقيق الأكبر من زوجته لعدم تهنيئتها شقيقه وزوجته بالوليد ثم قال لها لقد عهدت أخي على عدم إخبارك بما ستستمعين إليه الآن ولكني مضطر لذلك أقسم لك أنه لو لا فضل أخي علي ما كنت تزوجتك فهو الذي تنازل لي عن إرثه في قطعة الأرض التي بعتها لأدفع مهرك عندما علم بحبي لك وكثيرا ما حاولت أن أرد له ولو جزءا من المبلغ ولكنه رفض حزنت الزوجة ثم صعدت لشقيق زوجها واعتذرت له هو وزوجته على ما بدر منها وهنأتهم على قدوم أجمل طفل وطلبت منهما أن يسامحها هي وزوجها على تقصيرهما معهما فقال الزوج أخي لم يقصر معي ولولا وقوفه بجانبي بعد وفاة والدنا ما كنت أكملت دراسة الجامعية تعجبت الزوجة من حب الشقيقين لبعضهما وعلمت أنها كانت مخطئة عندما حاولت التفريقة بينهما وبدأت في إصلاح قلبها بكثرة الصلاة والدعاء والاستغفار وعمل الخير وأكرمها الله بالحمل والإنجاب بعدما كادت أن تيس ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر